ندخل بقى على درس عملي ودرسنا النهاردة بقى هنسيب شوية الأكلات كلمنا عن العدس في الحلقات اللي فاتت وعن الحمص النهاردة بقى نتكلم عن حاجة إلكترونية شوية نصايح التعامل مع التنمر الإلكتروني التنمر زمان أيام التنمر الجميل التنمر زمان كان في المدارس يعني كان نطاق دايق كده وغالبا في المدارس وعيال كده بتغلس على عيال وحاجات كده يعني وبتاله لكن مع التطور التكنولوجي دلوقتي بقى بالفعل ظاهرة عالمية بيعاني منها ملايين الأطفال في كل الدنيا التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وإنستجرام أكتر خطورة لأنه للأسف المنصات دي واللي بتكون هنا منصات شر فعلا بتقدم الفرصة أن ناس تنشئ حسابات وهمية أو بأسماء مستعارة وبالتالي ما يقدرش الضحايا يوصلوا لحقيقة اللي بيهجموهم دول أشكال التنمر كتير لكن أشهرها بيكون السخرية من الشكل مثلا زيادة الوزن أو ما إلى ذلك أو حتى السخرية من العرق يعني أو كده وإطلاق الصفات السلبية على الضحايا عشان كده عايز أقدم لحضراتكم بعض النصايح لمواجهة المواقف دي وأنا هنا بفترض أن في أطفال مش بفترض يعني هذه الحقيقة المرة يعني أن في أطفال عندهم فيسبوك وإنستجرام والمفروض أن احنا يعني ما يكونش ده موجود أو يكون عندهم حسابات بس تدار من خلال أهل زي ما تسمعوا دلوقتي إنما بفترض يعني أنه في حسابات على فيسبوك وإنستجرام ففي بعض النصايح لما يجي لهم حاجة كده فيها تنمر أو ما إلى ذلك وطبعا ده بعيدا بقى عن التنمر على الواتساب لأن فيه جروبات كده طلبة بيبقوا جروبات عاملين جروبات مع بعض في المدارس وكده فدي أحيانا بيحصل فيها تنمر بس بيبقى سهل معرفة مين المتنمر أو مين الشخص اللي بيعمل السلوك الوحش ده لأنه بيبقى باين أنه هو ده اللي يتكلم على فلان أو يتكلم على فلان وده فده بيبقى باين فده ممكن يسهل اتخاذ الإجراءات ضده لكن التنمر الإلكتروني بقى اللي هو الفيسبوك والإنستجرام اللي هو غالبا بيبقى ناس مجهولة بتقعد تهاجم كده ويتريقوا عن ناس وهكذا ده اللي احنا عايزين نقول فيه بعض النصايح أول نصيحة لازم يكون فيه نقاش مفتوح مع أطفالكم في حال أنهما استقبلوا تعليقات سلبية يعني لازم تقولولهم لما يجيلكوا حاجة زي كده لازم تقولولنا لازم تخلوا أولادكم يتكلموا بحرية وبمنطق أن المعرفة هنا هتساعد على التصرف الصح مش المعرفة أنه إحنا يعني عايزين نعرف فضول أو كده لا أنتو لما تقولولنا إحنا أكبر منكم فهنعرفكم تواجهوا المواقف اللي زي دي إزاي تواجوها صحة طبعا يبقى لازم نطمن أولادنا ما يخبوش ما يتكسفوش لما تجيلكوا تعليقات زي كده أولاد لازم تقولولنا تاني نقطة قولنا إحنا كأهلية تاني حاجة اشرحوا لأطفالكم أن المتنمرين دول هما ناس في الأساس يعني شخصيات عندهم كم كبير جدا من المشاكل النفسية والمشاكل الحقيقية ودي حقيقة على فكرة أنا مش بقول كده وخلاص لدرجة أنه كتير جدا من المتنمرين المجهولين دول بيكون عندهم هما نفسهم أساسا المشكلة اللي بيترياءوا بيها عالضحية خلاص أولادكم في الحالة دي هيشعروا أن هما في مركز قوة مش في مركز ضعف لأنهم ببساطة عندهم الشجاعة والقدرة على التعامل مع مشكلتهم يعني عارفين أنا عارفة مثلا أو أنا عارف أن أنا وزني زايد وأنا بابا وماما قالوا لي أن أنا هعمل رجيم أو بعمل رجيم عشان وزني يبقى كويس أو همارس رياضة هو واعي بالمشكلة اللي هو فيها أحسن بكتير قوي من اللي مختفي ورشاشة أو مختفي كده في العمق وبيتصرف بكل جبن وضعف وكل اللي بيعمله أنه بيعضي التاريق على ده وبيتاريق على دي وهكذا فأنتوا كده تفهموا أولادكم أنه أنتوا أفضل منهم والمتنمرين دول عندهم مشاكل نفسية هما مش ناس أقوية تالت حاجة أكدوا على أولادكم ضرورة عدم الرد ودي أهم نصيحة الحقيقة عدم الرد على التعليقات السلبية اللي بتجيلهم لأن كده هما ممكن لو ردوا يستدرجوا ناحية التصرف بنفس الطريقة اللي بيعملها المتنم وهم على فكرة بيبقوا مستمتعين أو بأي حد يرد علشان خطر يبتدوا يعلوا في طريقة السخرية أو يعلوا في طريقة التنم التجاهل من أفضل الحاجات رابع حاجة وزي ما أنا قلت في البداية من البداية ممكن نستخدم وسائل التواصل من خلال أجهزة الأم والأب عايزة تعملي فيسبوك عايزة تعمل فيسبوك ماشي بس من عندي ليه؟ علشان يبقوا عارفين أولا أولا الأطفال يبقوا عارفين أنه هما تحت مظلة ورقابة الأهل طول الوقت وسانيا عشان إحنا كمان نبقى شركاء معهم في معرفة إيه اللي بيحصل أول بول خامس نصيحة إن إحنا بنستخدم الأساليب اللي بتخلي يحصل فلترة في الكلام اللي بيوصل لأطفالنا فيه أنا مش شاطر يعني في الحاجات دي قوي وأنا سعيد إن أنا أقول كده إن أنا مش شاطر في الحاجات دي خالص فيه وسائل كده بيبقى فيها فلتريشن كده أو اللي هو يمنعوا حاجات أو يمنعوا التعليقات يعني ممكن فيه لما تكتب حاجة ممكن تمنع التعليق من الأول أو ما إلى ذلك لما يحصل موقف زي كده دي آخر نصيحة بقى خدوا كلكم استراحة من وسائل التواصل لفترة مش بس الأطفال الأطفال والأب والأم خدوا استراحة من المولد دا الحقيقة لأنه والله المولد دا حلو الكلمة مولد حلوة إنما دا الحقيقة مش مولد يعني دا حاجة وحشة كده أنا مش عايز أوصفها بأوصف غير لائقة يعني بس لما يحصل موقف زي كده يلا كلنا ناخد استراحة من الحاجات دي كلها لمدة أسبوع لمدة عشر تيام والله ما هيحصل حاجة في الدنيا ولا هتفقدوا حاجة ولا هيفوتكم أي حاجة